اهلا بكم من جديد ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة لأعمال المعرض والذي تعود بداياته الأولى كحدث وطني إلى الخمسينات من القرن الماضي حيث كان يحظى بمتابعة ورعاية حكام البحرين الكرام طيب الله ثراهم وأعربت سموها عن فخرها بالأداء الرفيع للمعرض بالنظر إلى دوريته السنوية وتخصص مواضعه وتنوع مشاركاته ليحتلوا بكل جدارة موقعا متميزا على ساحة الفعاليات الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين مؤكدة على قدرة المعرض في المساهمة في تحقيق الكثير من أهداف المبادرة الوطنية والمتمثلة في رفع مستوى الاهتمام بالقطاع الزراعي سواء كان على صعيد تنمية وتطوير المساحات الخضراء ورفع نسبة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق اكتفاء غذائي وبيان أهمية الزراع ودورها في تطوير الحياة البيئية ورفع مستوى الوعي والثقافة الزراعية بشكل عام وتطوير المناهج المتخصصة والمحتوى التعليمي لرفع قدرات العاملين في القطاع الزراعي ومراجعة القوانين أو تطوير القرارات اللازمة لتنمية القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وبينت سموها حفظها الله أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل من خلال مهامها على التخطيط لهذا الحدث السنوي الهام ويتم تحديد موضوعه السنوي بشكل مدروس وتبشر المبادرة على مدار العام للعديد من النشاطات والمشاريع بالتعاون المباشر مع المؤسسات الرسمية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم أوجه الدعم والمساندة لتطوير ما يلزم في المجال وخصوصا على صعيد التوعية والتثقيف والتدريب وإنشاء الحاضينات المتخصصة وإقامة المشاريع النموذجية كالأسواق الموسمية أو الدائمة للمزارعين وطلعت سموها خلال جولتها في البعرض على منصات الجهات المشاركة سواء المحلية أو الدولية التي اعتمدت أحدث التجارب والأساليب والابتكارات الزراعية التي تسهم في استغلال المساحات المحدودة في الزراعة والتي تتيح للجمهور فرصة التعرف على الطرق والأفكار المثلة التي تساعدهم في تصميم المساحات الصغيرة المهملة وغير المستغلة في الزراعة وبيان فائلتها في تنقية الأجواء والحد من التلوث بالإضافة إلى تجميل المساحات بنباتات الزينة أو النباتات المنتجة التي توفر بعضا من الاحتياجات الغدائية لأصحابها هذا وقامت صاحبة السمو الملكية حفظها الله بتكريم الفائزين في مسابقة نادي البحرين للحدائق حيث فازت السيدة آمال المؤيد بكأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في فئة الحدائق فيما توجد السيدة النجاح الخضر بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة عن فئة الزهور والسيد طارق جابري عن فئة الخضروات والسيدة دينا كازاروني عن فئة التجارب الزراعية هذا وفزت السيدة سارة مدن بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة عن فئة أفضل عرض في التصوير الفوتوغرافي للحدائق المصغرة والسيد عبد النور عبد الله عن فئة أفضل صورة مقربة لنفس النوع من الحدائق كما فاز مستشفى البحرين التخصصي بكأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة عن فئة أفضل حديقة بيئية والسيدة دانا الشهابي بكأس سمو الشيخ هيا بن تم حمد الخليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتنمية القطاع الزراعي مثلت المنصة الرئيسة للمعرض والمجسدة لشعار هذا العام وذلك من خلال تقديم أفضل الأنظمة والأساليب التي تساهم في استقلال المساحات الصغيرة والمحدودة في تصميم وإنشاء الحدائق المصغرة بطرق علمية المدروسة جينا الأول مرة بنشارك بالمعرض الحدائق بالبحرين لحتى نسوق للحرف الخزافية اللي جبناها معنا وكذلك لحتى نشوف الاختلاف والتجابه اللي بين الحرفتين طبعاً هذا المعرض سنوياً نشارك فيه وندعو أيضاً زبائننا من خارج البحرين ليس فقط البحرين لأننا نقيم مشاريع حديثة في مختلف مناطق مجلس التعاون الخليجي ونعتبر بالنسبة إلى أنه سنوياً هذا كنقطة تجمع إلى معظم الزبائن الخاصين فينا المشاركة كانت الأولى حق الوزارة ومشاركة طيبة وحلوة نظهر فيها البيئة الخاضرة والجانب الأخضر في وزارة الداخلية طبعاً بنظهر فيها المشاريع الزراعية اللي نقيمها في الوزارة أيضاً عندنا الورش التي تقام في الوزارة وأيضاً برامج عندنا برامج أيضاً اسم الاستراتيجية تلبيئة الخضراء التي تقام في المكاتب أكثر من مئتي عارض شاركوا بتصاميمهم وابتكاراتهم في الركن التجاري فيما خصص ركن توعوي لعرض برامج التوعية والتثقيف والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية إضافة إلى جناح سوق المزارعين حيث تم عرض المنتوجات المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف التسويق للمنتجات البحرينية أحب أشكر صاحبة السموش الأميرة الشيخة سبيتشة بالتمراهيم الخليفة يقل الصاحب الجلالة وعلى الدعم والمساندة لهم هو ترويج وطبعاً إحنا معروفين في السوق وهذه المعرض طبعاً بيجونا مو بس بيقتصر على البحرين بيجو الناس مبرر البحرين وهذا بيكون ترويج لنا وبتزيد مبيعاتنا أهمية مشاركتنا أنا كهوية أخذ تدريب أكثر إحنا معهم تدريب في الحضانات زراعة غير متعودين عليها زراعة التربة هنا زراعة في ماء وبفضل نجحت فيها تركنا على أساس أنه زيادة الرقعة الخضراء في البحرين من ناحية أن كل شي نشتغلها نشتغل بيد نحن بمكانة خضروات أو نباتات زينة وعلى نسويه كذلك في محميات خاصة على أساس أن نزيد اللي هو الغذاء في البحرين بكميات وافر إن شاء الله بعيدة بحرينية وعلى مستوى عالي الجودة المعرض هذا العام احتضن ولأول مرة حديقة حسية صممت خصيصا لزوار المعرض من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تخصيص جناح للأطفال يهدف إلى نشر التوعية بالثقافة الزراعية بينهم لإكسابهم مهارات حيوية جديدة التجديد هو عنوان هذا المعرض والمبادرات التي يحتضنها تتجدد عاما بعد عام بسبب تطور المبادرة الزراعية هذه المبادرة التي تتبناها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية